السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب عطارد من برج الميزان لبرج العقرب انتقال كوكب عطارد رح يكون الساعة 7 و 22 دقيقة من مساء يوم الأحد 13 عشر بتوقيت جرينيش رح ينتقل من الميزان لبرج العقرب ورح يظل موجود بحركة أمامية في برج العقرب لغاية الساعة 7 و 17 دقيقة من مساء يوم السبب 2 عشر كوكب عطارد هو المسؤول بتأثيراته عن قدرتنا على التفكير ونقل أفكارنا للغير وتقوية الذاكرة والذكاء والكتاب والتحليل وقوة الحدس وبيتحكم بالاتصالات والمواصلات من صفاته لما بيكون إيجابي بيعطينا الفضول ويعطينا العفوية وقوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير وتحليل الأمور وكثرة الحركة ولكن لما بيكون منتحس بيعطينا العصبية وخصوصا لما بيشكل زوايا سلبية حادة فمنلاقي العنادة والعصبية هي أكثر شيء بيتحكم فينا خلال الفترة ما بين 13-10-2-11 هذه الفترة فترة رح تكون ممتازة على موليد برج العقرب وبيشعروا بقوة الفكر والتركيز والرغبة في المطالعة والدراسة والقدرة على إقناع الغير بوجهة نظرهم ممكن يقوموا بإجراءات عالية جدا من الدقة بالاتصالات بالسفريات الضرورية بالتواصل مع الغير بالإقناع بوجهة نظرهم كمان رح يستفيد معهم موليد الأوراج المائية الأخرى والترابية اللي هم زي ما أحنا بنعرف بما أنه عنا العقرب عنا الحوت عنا برج السرطان وأيضا الترابية اللي هم موليد برج الثور موليد برج العذراء وموليد برج الجدي وكل شخص لما انولد كان عطارد عنده في ساعة ولادته في برج العقرب بالنسبة للأشخاص اللي بين ولدوا بيكون العطارد موجود عندهم بالعقرب هؤلاء الأشخاص بميلوا لا السرية أو لا تكتم على أسرارهم على أفكارهم وبرضو بيكون عندهم قدرة للتغلغل في نفوس الآخرين ومعرفة خباياهم سهل جدا يكتشفوا أي شخص أو يحللوا أي شخص ولكن صعب جدا إنك تعرف إيش اللي بيدور داخل دماغه عشان نحدد سعادة ونحوسة أي كوكب بالفترة القادمة لازم ننظر للزوايا لأن هالزوايا هي اللي بتحدد تحديد أساسي صحيح إنه فيه لما بيكون في بيته في شرفه يعني بعطيه طاقات ولكن الزوايا هي اللي بتحدد سعادة ونحوسة الكوكب أكثر من وين بيكون الكوكب عشان نحدد لازم نشوف إيش الزوايا اللي رح يشكلها بالفترة القادمة بالنسبة للزاوية الأولى وهي زاوية ذكرناها لما كان عطارد موجود في الميزان وذكرنا إنه آخر يوم رح يكون في زاوية ما بين عطارد وما بين بلوتو وهي في نفس اليوم اللي رح ينتقل فيه اللي هو يوم 13 عشرة عملية الانتقال رح تكون ولكن هاي زاوية رح تكون ما قبل الانتقال يعني ولكن رح تستمر ثلاث أيام قادمة وهي زاوية تربية سلبية بتدفع بعض الأشخاص للتصرف بطريقة فضة وعليهم يجب التعامل بانضباط مع الآخرين بتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالدم بتزيد من عنادتنا بتسببنا نزاعات شديدة مع محيطنا وبعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب بدهم يحذروا لأنها هاي برضو من العصبية ممكن تسبب أزمات قلبية أسبابها العصبية وبرضو أشخاص اللي بيشتغلوا في النيران بدهم يحذروا لأنه برضو بتزيد الحوادث اللي إلها علاقة بالنيران بالفترة القادمة طبعا هاي هي 13 عشرة إذن تعثراتها من يوم 10 عشرة وبتستمر ليوم 16 عشرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين زحل هاي الزاوية رح تكون يوم 22 عشرة بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة من ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا وهذا الوقت هو وقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية طبعا تأثيرها كل الزوايا اللي مع عطارد تأثيرها ثلاث أيام قبل وثلاث أيام بعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل إيجابية رح تكون بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون يوم 30 عشرة إيمن ننشط فمن باشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت كما أنها بتعزز قدراتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية كان صعب جدا أن ننحلها فيما سبق ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث والموجودة عنا وبتمنحنا ذكاء خيال وقدرة على الابتكار وقدرة كبيرة أيضا على إقناع الآخرين ولكنها ممكن شويه تعمل من التسرع نوع من أنواع الخلل بالتركيز بتزيد من ميلنا أيضا للأعمال الفنية أو للتلفز إلى السينما وكل ما إلوه صلة بالكهرباء وبتنميل تقوية حدثنا وبتساعدنا على حل الأوضاع المعقدة وبتجلبنا دعوات وعروض إلها علاقة بالسفر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون يعني يوم واحد احداش هذه الزاوية بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة تجعلنا غير منطقيين في تفكيرنا في بعض الأوقات ممكن شوي هيك تخلي عنا نوع من أنواع الاستقرار النفسي وبتساعدنا على إنجاز أعمالنا الصعبة والأعمال الفكرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين المريخ بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع أحبائنا وبتشجعنا على القيام بمبادرات وبتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري وبتمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء الأعمال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وأيضا يوم اثنين احداش اللي هي يوم الانتقال برضو لكن قبل الانتقال بيكون الزاويتين هذولا اللي هي ما بين عطارد والمريخ وما بين عطارد وبلوتو وهي زاوية تزديث إيجابية رح تكون بتزيد من حد الذهرنا وحدثنا ونقدنا وبتمنحنا حبل العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة يعني زي ما لاحظنا هي أول ثلاث أيام من الانتقال فيها شوية صعوبة مع الزاوية الأولى اللي هي السلبية اللي مع بلوتو ولكن باقي الأيام يعني من يوم ستاش عشر ليوم اثنين احداش هاي فترة إيجابية على مختلف الأبراج ورح يكون لها تأثير إيجابي طبعا لازم تسمع برجك لازم تسمع طالعك الآن عشان تأخذ الصورة بإلمام أكثر فالبرج زي ما حكينا دائما العالم الخارجي كيف بيتصرف معك واتطالع انت من داخلك كيف بتتصرف مع الآخرين فعشان هيك لازم تسمع برجك ولازم تسمع طالعك برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا بما أنه الانتقال رح يكون في البيت الثامن لإلك فأفضل فترة هاي بتركز على أمور الميزانية أو على الوضع المالي وخصوصا الأموال المشتركة مرت عليك فترة فيها نوع من أنواع المصريف أو الدفعات أو التبذير أو الإصراف وعندك كثير من الأفكار المبتكرة هاي الفترة جيدة لبدي بمشروع أو عمل جديد أهم شيء أنك ما تخبي أفكارك في هاي الفترة طلعها للعلن اقترحها الغير عشان تحصل نتائجها وبتكون هاي الفترة جيدة للتفكير الحقيقي بكل ما يتعلق بصحتك بجمالك والرغبة أيضا بالإنجاب لدى البعض انتبه أهم إشي لأموالك المشتركة ما تبالغ كثير في تشتيت ذهنك في أكثر من موضوع حاول التخفيف قليلا من إنفعالك في علاقاتك بشريك العاطفة أيضا هاي الفترة بنشط موليد برج الحمل لحل مسائل مالية تتعلق ببنك ضريبة تأمين أو ميراث حتى أو مطالبة بحقوق برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا وجوده رح يكون لعطارد في بيت شراكتك يعني رح يكون مقابلك تماما فهاي فترة يعني بتعطي بتركز على قدرتك على إدارة وضبط الأمور بطريقة صحيحة رح تكون ميال لتبادل الأفكار مع شريكك بالعمل أو مع زوجك أو مع زوجك أو مع زوجتك بتجد الكثير من الأفكار المقنعة اللي بتدفعك للعمل أكثر أو للشراكات أو بداية مشروع عندك يعني بعض الأرباح المالية المفاجئة اللي ممكن إنها تكون مفرحة لقلبك وبرضو بتجد نفسك محاور جيد مع الشريك العاطفي وبيسود لعلاقتك نوع من أنواع الجو العميق والميل للتفكير المدروس وممكن اتخطط لبناء المستقبل المشترك وتشهد العلاقة بينكم شكل من الهدوء وبرضو هاي فترة ممتازة لأمور اللي بتطلب تحدي فكري برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة الجوزة طبعا هذا شهر العمل بجدارة لأنه عطارد رح يدخل على البيت السادس إذن قدرتك على الصبر ورغبتك في تحقيق إنجاز الأعمال بشكل كبير سعيك المستمر للوصول لأهداف عملية بتجعلك متعاون مع زملاء العمل بتعقد الكثير من الجلسات الحوارية اللي بتكون نتائجها مرضية بالنسبة لإلك بعض الأفكار المهمة اللي ممكن تطرحها بتجد كثير قبول لدى الأشخاص اللي بيستمعوا لإلك وبيسعوا لأخذها على محمل الجد برضو ثم حديث شفاف بدور بينك وبين أحد المحيطين بك بيدخل السرور لقلبك وممكن تجد نفسك معجب به أو ممكن تتطور العلاقة لعلاقة عاطفية جميلة وخصوصا ما بين شخص بيعمل ومع أنثى في نفس العمل أو ممكن زبونة أو تكون من الأشخاص اللي بيلتقيها بالعمل وتنشأ علاقها لعاطفية وتكون بداية قرار جديد كثير من الأشخاص من موليد برج الجوزة ممكن يحصلوا على عمل أو يبدأوا عمل جديد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان وجود عطارد في البيت الخامس لإلك وهو بيت قوي جداً بيمنحك الرغب في القراءة في المطالعة في البحث عن كل شيء جديد في الحياة بتدهشك الأمور الفنية المعارض المحاضرات الأدبية الفكرية وبتسعى في هذه الفترة لتطوير هواياتك كلاسية من الفنية بتكون علاقاتك بأبناء يعني إلها طابع تحاوري تبادلي بتحثهم على المعرفة على الدراسة المطالعة ممارسة الهوايات وبرضو ممكن أنت تتعلم هواي جديدة أو تطور هواي موجودة عندك برضو الكتاب والمؤلفين هذه فترة مناسبة للدفع بأعمالهم قدماً وبتجد شخص غريب عنك بيتقرب منك عاطفياً ممكن يكون هذا إثر لقاء مفاجئ وبرضو بتدعمك بشكل قوي وجود عطارد في البيت الخامس للتحاور مع الحبيب أو لمصالحة أو لإقناعه بوجهة نظرك برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعاً الوجود لها عطارد رح يكون في البيت الرابع إذن هي فترة ما نسميها زاوية تربيع مع برجك ولكنها بتركز على البيت على العائلة على أفراد الأسرة أكثر فترة جيدة بما أنه رح يكون إيجابي خصوصاً مع أفراد الأسرة ممكن تقترح بعض التعديلات أو التغييرات المهمة أو تحاول إعادة برمجة العلاقة داخل المنزل بطريقة ودية كثير من الأفكار جيدة لإجراء تعديلات على أثاث البيت أو دكور البيت أو مشتريات مقتنيات جديدة أو أثاث أو أجهزة كهربائية أو إلكترونية كما أنه تجد نفسك مندفع وراء الأمور التي تتعلق بالعقارات بيع، شراء، حل مسألة عقار، استئجار الدخول في معاملات تتعلق بهذا المجال هذه فترة مناسبة لتصفيت بعض الخلافات أو الدعاوة القضائية ولكن في بعض الأشخاص بدك تحذر منهم بحاول خداعك أو استغلال طيبتك لتمرير بعض المشاريع أو بعض الأمور أو القرارات فبدك تحذر من هذه النقطة ممكن تتلقى اتصال خلال هذه الفترة كنت بتنتظره يدخل السرور إلى قلبك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا هذا شهر حافل بكثير من المسائل بما أنه رح يكون عطارد موجود في البيت الثالث عندك معناته فترة نشطة جدا تنقلات، اتصالات، سفريات، حوارات، نقاشات فممكن تكون في تنقلات قريبة من محافظة لأخرى أو من مدينة لأخرى أو تكثر تنقلاتك لمقابلات رغبتك في حضور أمسيات أو ندوات أو لقاءات وبتنشط كثير في المطالعة والرغبة في التواصل والحوار مع الآخرين الكثير من الجلسات المفيدة في هذه الفترة اللي كان يسعى لتأسيس معهد أو مركز تنموي أو تعليمي فهي الفترة الأنسب لذلك كما أنها فترة مناسبة للتقرب ممن تحب ممكن علاقة قديمة تعود للظهور أو صداقة جديدة ترجع برضو للظهور أو ممكن أنت حواراتك وحلاقتك العاطفية تنشط بأكثر لأنه عندك قدرة على الإقناع أكثر ابتجد نفسك مدفوع لوضع نقاط أساسية للتفاهم مع شريك العاطفة وكثير من موليد برج العقرف رح يهتموا بالإلكترونيات أو التكنولوجيا أو شراء سيارة أو مسائل تتعلق بسيارتهم مثل تعديلات أو تصليحات أو ترخيص أو أشياء من هذا القبيل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا أفكارك رح تركز على الأمور المالية لأنه الأفكار الإبداعية المبتكرة في الحياة بتركز على حل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمال أو رح ينصب تفكيرك على كيفية الحصول على المال في هذه الفترة أو حل بعض المسائل المالية ممكن أنك ما تتدخر جهد للبحث عن مصادر كسب حقيقية أو تحاول إعلان مشروع أو اختراع أو كتاب جديد علاقاتك المالية في هذه الفترة هي محط اهتمامك أو حل مسائل المالية وممكن تجد أشخاص يدعموك أو يقدمو لك يد المساعدة أو هدية جائزة تحل مسائل عن طريق تحصيل مالي أو عمل إضافي وبتجد بعض الحميمية في علاقاتك مع شريك العاطفة يعني فترة لها علاقة بالمال وأيضاً بدخل الحب فيها ولكن بدك تحذر من اندفاعك في المشتريات أو صرف الفلوس برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعاً هذا الشهر هو الشهر المميز بالنسبة لك رغم أنه ما زالت الشمس موجودة في بيت المتاعب إلا أنه شوي بغير من الأجواء بشكل جيد بتجد نفسك محط إعجاب الآخرين مصدر بهجتهم، فرحتهم، تفاؤلهم عندك القدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرك بتغير الأمور للأفضل بطريقة تشاركية بتجد نفسك محاط بمجموعة من المهتمين وبتكون الأضواء مسلط عليك بشكل إيجابي عموماً أي فترة مناسبة للتحصيل العلمي أو الدراسة أو الحركة أو النشاط بتميل القراءة المطالعة الرغبة في المعرفة ووجود عطارة في برجك من أجمل الفترات على الإطلاق بالنسبة لإلك لأنه بعطيك طاقة فكرية يعني عالية جداً هاي فترة مناسبة عاطفياً لتبادل الأفكار مع الشريك مع الحبيب للوصول لتفاهمات جديدة ومرضية ولا سيما بعد فترة من الإنقطاع أو ظروف المعاندة أو المشاكل اللي كانت صعبة والآن تبدأ تدفك فك لحالها برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعاً طبيعتك المتحدي الآن لأنه أطارد رح يكون موجود في بيت المتاعب إذن التحديات والإندفاع هي أساس هاي الفترة فلكن بما إنه إيجابي فطبيعتك هاي ما رح تعرف في هاي الفترة بأي حواجز أو تعترف بأي حواجز أو عوائق تبحث عن الحقيقة في كل شيء بتميل معرفة الأشياء والأشخاص والأمور بعمق ما رح يرضيك الأمور السطحية في هاي الفترة ممكن تهتم بكل شيء جديد هاي فرصة برضو حقيقية للتعرف لأشخاص بيكون لهم دور مختلف في حياتك ممكن يعني يكون لك بعض القرارات المتسرعة فبدك تكون حذر في هاي النقطة أهميش إنك ما تفوت هاي الفرصة عندك حاول إنك تعفو عن بعض الأشخاص اللي أسأولك اتفهم وجهة نظر الآخرين في بعض الأشخاص ممكن يتقربوا منك عاطفياً بطريقة مقنعة بترضي غرورك أيضاً هاي الفترة جيدة لما بعد موليد برج القوس للعمل بمؤسسات كبيرة أو شركات كبيرة أو عروض للعمل مع إشي يعني مع شركة أو مؤسسة أو مستشفى أو حتى بالسجون فهي جيدة لكل الأمور هاي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً هذا شهر النشاط الاجتماعي أو هاي فترة النشاط الاجتماعي فترة وجود أطارد في بيتك اللي يتعلق بالعلاقات الاجتماعية فإذن هاي فترة الصداقات والرفاق العملاء الأنصار هذا الشهر بتكون انت محط أنظر المحيطين بك ورح يظهر كثير من الإعجاب والتقدير والود في هاي الفترة لا إلك بتميل لطبيعتك المعتادة في الحوار وتبادل الأراء والرغبة في طرح المسائل بكل عمق والرغبة في الوصول لمعارف عليك التخفيف من توترك في هاي الفترة حاول أنك ترجع لطبيعتك الحقيقية المليئة بالمرح والود هناك كثير من الأشخاص اللي بيكونوا لك المحبة وبيحاولوا متجسور التواصل الحميمية معك ممكن تستغل بعض معارفك في هاي الفترة لحل بعض الأزمات أو يكونوا واسطة لإلك أو تتعرف على أشخاص جدد يساعدوك في مسأل ما رح تكثر عندك المناسبات والدعوات واللقاءات برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا هذا يعني هذا أنت الشخص اللي هذا الشهر بيجد مكانه الصحيح لدى المسؤولين عنه في العمل لأنه هذا بيت السمعة بيت العلاقات بالمسؤولين فإذا كثير من المسؤولين بيحاولوا أنهم يتقربوا منك أو طرح أفكارهم عليك ممكن تجد بعض هاي الأفكار طريقها لتحقق بعض المشاريع اللي بتفكر فيها بتحتاج للكثير من الدعم أهم شيء أنك ما تغامر فيها حاول أنك أنت تركز على علاقاتك على انضباطك بدون عصبية بدون تسرع إذا كنت بتبحث عن الحب يعني كون دائما على طبيعتك المهذبة بعيد عن المبالغة أو عن التصنع ممكن يكون فيه مشروع يرى النور في هاي الفترة وممكن يكون فيه بعض الترقيات لموليد برج الدلو بمناصبهم وأيضا ممكن تدافع عن سمعتك أو تنصف في خلال هذا الشهر بدفاعك عن سمعتك أو عن المسألة كنت متهم فيها أو مهاجم فيها فهذا الشهر يكون إلك الحق أو تبين الحقيقة لصالحك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا الشهر هو من الأشهر المميزة بالنسبة لك اللي من المفروض إنك ما تضيع هاي الفرصة من إيدك لأنه هذا الشهر العطارد رح يكون في البيت التاسع بيت السفر الخارجي لا سيما هجرة أوراق معاملات إقامة الدراسات الأكاديمية اللي هي الجامعية مثلا تخصصات في كتير من الفرص الحقيقية للتعاقد مع جامعات خارجية أو للدراسة أو التدريس وبرضو بتنشطوا بشكل واضح في الاتصالات الخارجية مع أشخاص بيقيموا خارج البلاد أو مع أجانب تحديدا وهذا الشيء بيعود عليك بالخير الكثير برضو الأشخاص اللي بيشتغلوا بمجال التجارة بالاستراد والتصدير فممكن أنهم يستفيدوا من تبادل الأفكار والصفقات المربحة في الفترة هاي لا سيما الخارجية اللي هي الاستراد والتصدير حاولوا التقرب من شريك العاطفة بطريقة ودية وقائمة بتكون على الحوار أيضا كثير من موليد برج الحوت ممكن يبدأوا علاقة عاطفية يا عن طريق جامعة يا عن طريق سفر يا ارتباط بأجنبي أو خارج البلاد أو أجنبي عنهم بالجنسية كحب وممكن يتطور هيت من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أشهد أن تك Treaty 1 اشتركوا في القناة